اشتركوا في القناة لحد الآن كانت كل هذه السلطات التي جاكت بإثر الاحتلال تحت مضلتها وبرعايتها ولحد الآن تقول شيء وتفعل أشياء وخلال هذه الفترة خلال هذه السنوات الضيم والقهر والدمار التي شهدها العراق كانت كل القوى الحاكمة للعراق تتكع على الطائفية تشيع الفكر الطائفي تتكع على الطائفية تتحزب الطائفية تتحزن بها تقاتل باسمها ترفع راياتها حولت الهوية الوطنية الجامعة الوطنية العراقية الواحدة الجامعة إلى شيء مسخ وأحيت أو صنعت هويات فرعية غريبة عجيبة في المجتمع وصلت يعني هويات حزبية وهويات طائفية طبعا وهويات قومية وهويات مناطقية وهويات شخصية مصيبة وإذا برايات كثيرة ومجامع كثيرة وحولت العراق وهي كانت تبغي خادر إلى جزر متباعدة تتكلم لغة يعني مثل حوار الطرشان لا أحد يسمع الآخر كل جزيرة تتكلم لغة أخرى لا تفهمها الجزيرة الأخرى سكان الجزيرة الأخرى وهكذا والكل الذي عداء مع الآخرين والكل يضمر للآخرين ويعتقد أنه الجزيرة المجاورة والجزيرة التي وراءها أو قبلها تضمر له الشر هكذا تصرفون الشعب العراقي واحد من الشعوب من أذكى الشعوب بالعالم ما احترامي لكون شعوب بالدنيا وقلتها أكثر من وراء وقولها أكثر من وراء لأنني عراقي ذول أهلي حقيقة وشعب طيب وشعب عاقل وشعب يفهم وشعب يرى بعينه وبقلبه وبصيرته منورة شعب رائع جدا بكل المواصفات عمره ما أعرف الطائفية ما لا علاقة بالطائفية كانت البيوت السني وشيعي وكردي ومسيحي وكلها جانبها الحزن واحد والفرح واحد والعيشة واحدة ما أحد هما القضية لكن جاءوا هؤلاء بعد 2003 مثل ما يقول الأخوة في مصر يقولون على الشيء عندما يتغير شيء حال من حاله يقولون لعبوا بعداده لعبوا بعداد الشعب المجتمع لعبوا بعداد المجتمع هؤلاء واحد قادة هذه الأحزاب وهذه القوة التي حكمت العراق وكان رئيس بزراء لا أعرف كم منصب عنده عندما سئله كيف يعني أنتوا جيتوا شون حكمتوا العراق قال إحنا جاءنا ما عدنا أحد فاتكأنا على الطائفية قبل ربما شهر نفس المسؤول هذا تحدث بلغة غريبة عجيبة تحدث أنه يعني عن المشاركة أنه ليش قلون حكومة يعني شيعية طبعا هذا الكلام خطأ هناك فرق بين الطائفة والطائفية هذه الأحزاب التي في العملية السياسية هي أحزاب طائفية أما الطائفة الشيعية السنة الناس الأكراد هذه مقاومات للشعب وكانت ألوان جميلة في الشعب لا أحد يفكر بها وكانت متماسكة وجميلة من أروع ما يمكن لكن أن تتحول الطائفية إلى تعبير عن الطائفة وهذه الكارثة هم يتحدثون بهذا الشكل يعتبرون هذه الأحزاب التي تدعي الشيعية أنها أحزاب مخلصة للشيعة وطبعا أهلنا في العراق من الشيعة يعرفون أنهم أكثر الناس كذبا هؤلاء هذه الأحزاب لأنها دمرت على الأقل المحافظة التي يعتبرونها حاضنة لهم وهي شيعية ومحافظة الجنوب وعندما أسئلها هذه العامري قال ليش مبنيته أو هو من كيفه في خطاب له قال الصهيونية من عونه وبعد أن رجع قال لي أننا أتباع الإمام الحسين بعض الكلام الغريب فقال هذا أيضا المسؤول قال أننا يعني الشراكة هذه يعني أكس النوك وأكراد مو حكم يا أخي عب هذه القضية هؤلاء الذين في العملية السياسية من السنة والأكراد هؤلاء يمثلون أنفسهم لا يمثلون أن أخواننا الكرد ولا يمثلون أن السنة هؤلاء يمثلون نظاما أو سلطة جاءت مفصلة للعملية السياسية لذلك كثير من الموجودين المروجين والمطبلين للعملية السياسية يقولون أن هذه حياتنا بها العملية السياسية لأنه فيها محاصصة وفيها مصائب لذلك من يحكم يعني يجب أن يعطي الولاء والولاء أولا لإيران وإيران تعرفون ماذا تريد بالتالي يعني هذا يوصلنا إلى حديث واحد من الرموز الذي يصعدون على المنابر مع الأسف الشديد في واقع يتحدثون الحكومة وتحدثون ما عرفونه أجهزتهم عن يعني الخطاب الخطاب غير الخير أو المضمون الهابط لا يقبلون ويلزمون كم واحد وكم واحد يحبسوه هم ما شي لكن عندما تسمع لهذا الرجل يقول هذا الرجل وهو واحد من الرموز الذي يقفونه وراء المنابر مع الأسف الشديد وهو يتحدث في الطائفية بهذه الطريقة يقول راح تصير انتخابات في مجالس المحافظات بشهر الدعش القادم وروحوا شاركوا به وإذا لم تشاركوا بهذه ربالكم ترى يجوكم أهل تكريت والعوجة حكمكم تقبلوه وهكذا الكلام وهكذا الكلام يقال ما هو ابن تكريت وابن العوجة وابن الرمادي وبن البصرة وبن العمارة وبن أربيل وبن سليمانية وبن اديالة وبن بغداد وبن أي مكان وصلاح الدين وغيرها والديوانية والمثنى والناصرية وهم كلها عراقي يعني مثل نور المالكي مسئله أنت شنو قال أنا شيعي قبل أن يقول أنا عراقي هو هذا المنطق هذا المجتمع ما كان يعرف ما كان يعرف هذه القضية وطول عمره محافظ على العدات مالتا مثلما يقال باللهجة المصرية المحببة مصالح مع نفسه ومصالح ويالآخرين وما عنده مشكلة ولحد الآن ماكو مشكلة اجتماعية هاي عشرين سنة يضبطون على المجتمع وثورة تشترين طلع شباب صغير اللي هم يعتقدون من حاضنتهم طلع يشتم الطائفية وعابر للطائفية ولا يقبل بالطائفية إذن المجتمع ما قابل بهذه القضية زين هذا مو مبون هابط لو أكو دولة وأكو حكومة وأكو سلطة وقانون وعدالة ألا يأخذ هذا الرجل ويحاسب بالمضمون الهابط اللي أنتو تقولون عليه ما يطلع شخص ما عرف ابنيه ما عرف منه يحكي حشايتين ما عرف خادشة للحياة غير شكل هاي قاتلة إذا ديش خادشة للحياة هاي قاتلة هاي تحرر على الموت والقتل كيف لا يحاكم أنتو اللي يحكي لحشايتين يجيبوها ربع عرهاب وهذا يحكي عن الطائفية يؤجج الطائفية يقول للناس لو أنتغطر يجيكم أبو تكريد ليش هو يعني أبو تكريد و أبو عوجة و أبو البصرة و أبو الناصرية و أبو العمارة ما هو عراقي ليش تقولون رئيس الوزراء يجب أن يكون شيعي ليش ما تقولون يجب أن يكون كفو ليش ما تقولون يجب أن يكون عراقي أولا و يجب أن يكون كفو و يجب أن يكون مخلص للعراق و للعراقين هذة هي المقايز التي أريد أن نريد يريد واحد الشيع ويريد واحد السني، ويريد واحد كردي، ويريد واحد مسيح أرد واحد عراقي مؤمن بالعراق بخير العراق ويبأن العراقيين في أمواع الحبه الأعراق هذا المطلوب ولذلك مختلف من الأخير هؤلاء نفس الشباب ótimo الأشخاص من أجل من 30 ألف البشر زرقطcję أردهمursed鐵 سبقاتل وتتأخذتهم باثبار الطبي помощью إنساننا ضاد من ت provoke حكم سوف لأضاوله هذا تأخذ Arabic فالاختلاف أن العراق نريد أن يحكم أهله ليس يحكم دربالكم هذا التحريط الضائفي واضح ليس بالإشارة هذا بشكل واضح جدا وين المضمون الهابط وين الإرهاب وين المصيبة وين العدالة وين السياسة الحكيمة التي تبني دولة الدول لا تبنى بهذا الشكل هذا خراب للدول خراب للمجتمع وتدمير إلى بعد 20 سنة ما زلنا نتكع على الطائفية ونتحزن بها لكي نحرض المجتمع مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين نلتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم أعزائي المشاهدين نلتقيكم في حلقة أخرى